بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى أتممنا العلاج مع بعض المرضى بالرقية الشرعية كما قلنا لكم مرارا وتكرارا الرقية الشرعية هي القرآن والأذكار والأدعية وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل تمر العجوى وماء زمزم والقسط الهندي وزيت الزيتون والسنمكي والحجامة عن طريق الاستبراغات الخمسة التي جاءت بها السنة المطهرة كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه زال المعاد الحمد لله أتممنا العلاج مع أخ من ولاية تمسيلة بلديد بن سرور كان به مس وسحر وشفية تماما بفضل الله وأتممنا العلاج مع أخت من بلديد بن يعقوب ولاية الجلفة كان أيضا بها سحر ومس وشفية بفضل الله سبحانه وتعالى وأتممنا أيضا العلاج مع أحد الأخوة من ولاية عنابة وهذا بفضل الله وحده سبحانه وتعالى الرقي الشرعية كما قلنا لكم القرآن والأذكار والأدعية وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الحوار والاستعانة والاستغاثة واستخدام الشيطان في العلاج وهذه الطرهات مثل عقد عقد وحيا حيا والشيطان شيطان ومثل الزهري ومثل الحكمة ومثل النوران والروحان هذه كلها خرافات ودجل وشعودة ما أنزل الله بها من سلطان الحمد لله والفضل لله أننا أتممنا مع بعض المرضى وشوفوا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة